هذا واثار التفجير الارهابي الذي استهدف مدير الامن بالاسكندرية ردود فعل منددة فقد ادانت دولة الامارات ما وصفته بالهجوم الاجرامي الذي يستهدف زعزعة امن واستقرار مصر ويتنافى مع كل القيام والمبادئ الدينية والانسانية وجددت الامارات تضامنها ووقوفها الى جانب مصر قيادة وحكومة وشعبا كما ادانت وزارة الخارجية السعودية هذا التفجير واكدت في حسابها على تويتر وقوف المملكة بجوار مصر وتضامنها ضد الارهاب والتطرف من جانبه ادان امير الكويت الشيخ صباح الجابر الاحمد صباح التفجير الارهابية وقال انه يتنافى مع الشرائع والقيم الانسانية ويستهدف ارواح الابرياء الامنين وادان الازهر الشريف انفجار الاسكندرية الارهابي واشدد على ان تلك الاعمال الاجرامية تعد من الافساد في الارض لما فيها من ترويع الامنين وبث للفوضى والذعر من جهتها اعربت السفارة الامريكية في القاهرة عن تعازيها لأسر القتلى واكدت التزامها بالوقوف الى جانب مصر في المعركة ضد الارهاب ترجمة نانسي قنقر